ودلوقتي نروح لدينا علشان نتعرف على أخبار التقس فعلا يا دينا دلوقتي جي معاتنا مع أخبار التقس بالتفصيل وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقس هيكون مائل للحرارة على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بليل الجو هيكون لطيف على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد هيكون مائل البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصبح بدلي على شمال البلاد حتى شمال الصيد النهاردة كمان كان في شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجين البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق ودهي قال الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة للتفاصيل أكتر عن حالة التقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم وعضو مركز الأعلامي الهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ دينا وصباح الخير على كل أستاذة مشاهدين أهلا بك يا مام يعني عايزين حضرتك تطمينينا عن حالة التقس النهاردة وهل رحيل تأثير منخفض الهند الموسمي معناها عدم إحساسنا مرة تانية بالرطوبة المرتفعة وهل إنخفض ده في درجات الحرام كامل معنا ولا هتزيد تاني عن معدل التلاتين لأن الناس كلها بتسأل لإنما صدقوا أن الجو كان اتحسن الفترة اللي فابت لا هو بالفعل خلاص تأثير منخفض الهند الموسمي ما بقاش يأثر على أي قطاع مقطعات الجنوارية بدأنا نتأثر بمرتفع العروض الوسطى الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا معتادلة في درجات حرارتها بالإضافة كمان استوزعات الضغطية في طبقات الجو العليا مش هتساعد على الإحساس بوجود نسب رطوبة في الجو فبالتالي إحنا هنحس بي الأجواء الخارفية درجات الحرارة بتكون في حول المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام متوقع العظم اليوم على الخاهرة الكبرى تكون 29 درجة مئوية فترة النهار يعني احسسنا بالطقس خريفي مائل جد حرارة خلال فترة النهار على الخاهرة الكبرى محافظات الوسط البحري سواحن الشمالية وأيضا محافظات شمال الساعيد أجواء حر على محافظات جنوب الساعيد وجنوب سونا خلال فترات النهار مع شواق أشعة الشمس خلال فترات النهار مع هيب أشعة الشمس هيحصل نوات ملكوز في درجات الحرارة الفرقة هيوصل ل 18 درجات في بعض المناطع وأجواء لطيفة في الساعات الأولى بالليل لكن الساعات المتأثرة من جيل والصباح الباكر هنشرح كمان بالأجواء المائلة للبعضة بعض الجودة في مصدعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر خاصة في الأماكن المسموحة المدن الجديدة المناطق الساحلية لأنه ينفض في ضربات الحرارة الصغرى اللي بتوصل لعشرين واحد وعشرين درجة مقوية على القاهرة الكبرى حابيني تتمن برضو على الشابورة المائية برضو لإن كان فيه ارتفاع في نسب الرطوبة فأعتقد ممكن يكون فيه شابورة ولا بالضبط حديث تتمنين أكتر؟ في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر بيحصل طبعاً بدون في سرعات رياح بالإضافة كمان ومدسة تطوبة في الجو خلال فترات الليل ده هيساعد على تكون شابورة مائية مع استقادة ضربات الحرارة خلال فترات الليل هيساعد على تكون شابورة مائية خفيفة على بعض صورة الزراعية والسريعة والقريبة من المتطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوكي المحلي سواحدة الشمالية ومدد القنية وهتأدي دمقنا للصفات الطبوية العققية مهم جداً بقائد المركبات المتافرين على الصورة مع وجود الشابورة المائية والقيادة بهدوء تام ونسبح كافة تعليمات المرود كمان احنا فترات المساء ومع استقادة الأولى من الليل هيكون في نشاط نشاط رياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو بيتر على إمداع نشاط رياح هيقل احساسنا بالتفاع ضربات الحرارة وكمان سنحص أبطر بالأجواء الخريفية الشابورة المائية ونشاط رياح هيستمر معنا خلال الأيام الحاضمة شاء الله كمان اليوم هيكون فيه فرص تسقوط الأبطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحنة الشمالية الشرقية زي دميلات برسعيد رفح العليش المناطق المطلة على البحر المتوسط لكن الجهة الشرقية للبلاد لكنها كلها أبطار خفيفة غير مؤثرة سماماً على أعمال الأبطار اليومية الأجواء الخريفية دي هتستبرب عنها على مدار هذا الأسبوع يمكن غداً هيكون فيه ارتفاع تنظيف حوالي درجة لكن الأجواء متقرة يعني العظمة هتكون 30 درجة مقوية ما فيش أي تطاع مالفظ إن شاء الله في درجة الحرارة في اللقاءة القادمة حابيني نطامن من حديك عن حالة البحر الأبيض المتوسط وحالة البحر الأحمر والملاحة البحرية بالفعل ممكن إحنا الأيام الماضية كنا بنشاهد ارتفاعات في الأمواج على البحر الأحمر والبحر المتوسط لكن اليوم تحديداً وخلال 48 ساعة القادمة باعتدال في حركة البلاحة البحرية تحديداً على البحر المتوسط انتفاع الأمواج من واحد لواحد ونصف مت ومقاهل لكافة أعمال استيديو الملاحة البحرية البحر الأحمر أيضاً هو ما يكون معتدل المطرب لكن مقاهل لكافة أعمال استيديو الملاحة البحرية انتفاع الأمواج مش يتجاوز بسين ونصف مت إن شاء الله بشكر حديك شكراً جزيلاً دكتورة منار غاني ومعضو المركز الألامي هيئة الأرصاد الجوية شكراً جزيلاً لك دلوقتي خيراً نتعرف معاك وعلى درجات الحالة متوقعة النهاردة هنبدأها من القاهرة والوظمة 29 صغرى 21 العاصمة الإدارية 29 21 أسكندرية 27 21 العالمين الجديدة 27 21 مطروح 27 19 ضميات 28 22 فورسايد 27 22 الإسماعيلية 29 21 السويس 28 22 العريش 28 22 كاترين 27 15 طابة 29 23 حلايب 31 24 شلاتين 34 23 شرم الشيخ 32 25 الغردقة 30 24 الفيوم 29 21 بني سوف 29 20 الودي الجديد 32 18 السيود 30 17 سهاج 31 19 قناة 33 21 الأقصر 33 21 وأخيراً أسوان 34 21 هنستمتع كلنا بالأجواء الخريفية المعتدلة زي ما دكتورة منار غانم قالت لنا النهاردة هرجع مرة تانية لمصطفى ودينا علشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر شكراً لك اشتركوا في القناة